السلام عليكم عيد مبارك سعيد ومبرك عاشركم اليوم سوف نجد المعلكة الكوكاو لا دقيق التي تأتي المعلكة وغزالة وتدوب في الفم سوف نحتاج الرابعة الكوكاو 250 جرام سوف نضيفه في اللاطة ونخشيغي 5 دقيق سوف نضيفه سوف نحتاج 20 جرام السكر حبيبات 5 رقم 8 جرام سكر الفاني سوف نحتاج البيضاء معلقة الكوفي سير السائلة معلقة الزيت النباتي والملح سوف نضيفه أول شيء سوف نضيفه سوف نضيفه 5 دقيق سوف نضيفه سوف نضيفه جيدا حتى يكون لدي بودرة سوف نضيفه سوف نضيفه الملح سوف نضيفه سكر الفانيلا سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه جوج معلقة كبيرة من زيت النباتي زيت عادية سوف نضيفه سوف نضيفه الغريبة سوف نضيفه بفتير الحلويات سوف نضيفه معلقة كبيرة التي تكون عامرة من مربع الحلويات سوف نضيفه ثم سوف نضيفه هنا 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 سوف نضيفه سوف نضيفه يجب أن يكون سائل جاري و ليس قاسح يجب أن تلصق قليلا في اليد لكي نشكل الكريات لا يسحون لي في الفران ثم ترى القوام كيف يكون يجب أن ترتاح في الساعة على الأقل أو أحسن بيتها ليلة كاملة يجب أن نضيف الخمارة حتى ترتاح و ترب بعد أن أخرجتها نضيف الخمارة و نضيف الخمارة و ندخلها جيدا للعجين كلما ترتاح الكوكاو يتعلق و يشرب و يجب أن يغزال نضيف الخمارة جيدا أنا أحضر سكر جلاسي سكر بودرة يكون من النوعية جيدة و مزهر نشكل كورات الحجم كيف يبقى لكم أنا أخطأهم متوسطين مصغار مكبار و أنتم ما كيف يبقى لكم الاختيار يجب أن تلصوا مكبار و مصغار نضيف الخمارة نضيف الخمارة ثم نشكل كوريات ومن بعد اللحن في سكر غلاسي لكي نفندهم نفند جيد الكوريات في سكر غلاسي نأكد أن يكون من نوعية جيدة لكن النوعية ليس جيدة سوف تشربوا لي الحلوة سوف نأشفهم السكر غلاسي سوف نأخذ اللاطة التي فرشتها بورقتها إذا لم تفرش ندهن جيد اللاطة ونرشها جيد لكي لا تلصق لها كورة لها نضغط عليها قليلا من اللي نكمل اللاطة ونقشها في فران نشعل عليها العافية الفوق حتى تشقق لي الحلوة لا تخذ كثير من 5-7 دقائق ونحبطها إلى تحت لا تخذ كثير من 10 دقائق لا ننجدها في فران لأنه من بعد أن نخرجها سوف نعود على السد ونرى ونقشها يعني غير نحركها ونقشها سهلة لكي تحرك سوف تطابط وتأكلها بصحة وراحة ها أنتم لا ترونها كيف تأتي ونشقها وغزالة أتمنىكم اشتركوا في الفيديو تعليق محافظ وتشتركوا في القناة وشكرا لكم بزاف بزاف وعيد مبارك سعيد وأشتركوا في القناة وشكرا لكم